عشر سنوات مرت على اخطر كارثة طبيعية في تاريخ اليابان الحديث والتي كانت عبارة عن تسونامي هائل اعقب زلزالا عنيفا ادي الى تدمير محطة الطاقة النووية في فوكوشيما الكارثة الطبيعية العنيفة تسببت في عام 2011 بمقتل واصابة الالاف وفي تهجير سكان مناطق واسعة واخلائها مد بحري هائل ضرب في عام 2011 اجزاء من ساحل شمال شرق اليابان جرف السيارات والمنازل والمباني والاف الاشخاص كارثة ادت الى مقتل وفقدان اكثر من 18500 شخص فضلا على تهجير نحو نصف مليون انسان من سكان مناطق واسعة بعد تدمير المحطة النووية خوفا من قوة تأثير اشعاعاتها على البشر تحيي اليابان في هذه الايام ذكرى هذه الكارثة وتستعرض الحكومة انجازاتها ومحاولاتها المستمرة منذ عشر سنوات على الرغم من انها لم تتمكن من اعادة الامور في المنطقة المنكوبة الى ما كانت عليه فيما يستذكر ذو الضحايا والمشردون المعاناة التي تعرضوا لها ويدعون الى مضاعفة الجهود لتغيير الواقع الذي فرضته اكبر كارثة طبيعية في تاريخ اليابان الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة